اشتركوا في القناة يعني اتبلغت مبارح انه فيه زيارة العرضة طبعه كيف بعد جولة بحرية في القناة اسعد يوم في حياتي لو انا اقولك اسعد يوم بالنسبة لي اسعد يوم في حياتي اسعد يوم ان انا عندي اربع بنات وانا سعيد ان انا ده يوم زي اهم من حتى من ولادة بناتي كنت متوقع ما شاهدته النهاردة فينا؟ لا ما كنتش متوقع يعني اه اما انا ما كانش عندي الاحساس ده يعني اللي انا شفت ده اللي انا شفت النهاردة واللي انا سمعته من سيادة البري اه في معجزة تمت اه في معجزة بنتم والمصريين عايشين وياريت كل المصريين يركزوا اوه مع المجهود اللي بيتم لانه اه شرف عظيم لنا ان احنا نكون عايشين ونعيش الحدث ده وهم جدا ان احنا نعيش الحدث ده لو في رسالة عايزة تبعتها الرئيس فتاح السيتي صاحب القرار الخاص باقامة القناة تقول له يا فاند مش هادر اقول له غير تعظيم سلام يا فاند متاحة مصر تقول ليه للشعب المصري اللي جمع شعب عبقاري شعب عبقاري لما حس بسد رئيسه وحس بانه اللي بيتكلمه حد وطني من الطراز الاول طلع له كل اللي يملكه و يعني كل واحد يعني انا اعتقد انه الشعب المصري يقدر يطلع يقدر يعمل معجزات اكتما من كده طول الفريق مهمة ميش صاحب الفكرة والدراسة الخاصة بالقناة فاند يعني شخص متواضع جدا برغم انه شخص عبقار جدا القناة حفرت وفي نفس الوقت مفيش يوم واحد تعطلت فيها الملاحة ان شاء الله انا الامان انا مش عارف العدد اللي شارك حفر القناة النهاردة لكن كل اتحية انا راجل يعني راجل انا حبيت ان انا ابوس ديبينو انا طولي الجيش المصري ويريت ينقل قبلة دي لسيط الرئيس طولي ايه الجيش المصري اللي اشرف على مرحلة الحفر الجاف في قلب رمال سيناية فاند انا حضرت تلاتة وسبعين كنت طفل انا من منصورة اساسا وحضرت جزء من المعركة الجوية شفتها بسامن منصورة طبعا ما كان ليش الشرف ان انا التوقيت ده بقى في قناة سويس لكن اعتقد ان النهاردة انا عندي الاحساس ان انا عبرت قناة سويس في تلاتة وسبعين شكرا لجيش مصري تقولي للشعب المصري فاند ان شاء الله مع قائد مبدع مخلص بيشتغلوا بس بيشتغل انا اعتقد انه كلام سيد الرئيس يعني متقدرش تقارنه بافعاله بطموحه اللي بيتمنى لمصر السيد الرئيس عنده احلام كتير وان شاء الله احنا معاه احنا بنوده وان شاء الله معاه مع شعب مصر كمواطن مصري جزء من الشعب المصري تقولي الرسالة لو فيه رسالة للعالم من هنا من قلب قناة السويس الجديدة اه طبعا احنا اه لو الشعب لو الشعوب العالمية عاشت بره الفطرة دي انا اعتقد انها كانت هتقرر معانا انها نعمل عملناها في تلاتين ستة اه فانا بقول لكل شعوب العالم احنا شعب مسالم جدا 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 وبنتمنى ان انتو تشرفونا ومصر ان شاء الله هتفضل هي المحروسة ارض الكناني حضرتك النهاردة قدمت مشاركة امكان سيئت الفريق بيرفض كلمة تبرع مشاركة حضرتك بتقولي الرجال الاعمال والمصريين وخاصة ان احنا مقبلين على حفل الافتتاح والله انا شايف ناس كتير قامت بمجهود وافر واتمنى من الاخرين ان شاء الله ان هم يقدموا لبلادهم اه انا اعتقد ان اي مصري مش هقدر يبخل وعلى بلادهم لما مصر تطلب مني كلمة اخيرا نقول تحيا مصر فينا انا تحيا مصر كلمة عبقرية جمعتنا كلنا فانا بقولها زي سيادة الرئيس تحيا مصر تحيا مصر تحضر